بسم الله الرحمن الرحيم طلاب أول سنوى اللي عندهم قلق بالنسبة لامتحانات شهر مارس وفيه ناس تقول لك الامتحانات ديتها لتبقى تجريبية وناس تقول لك لقد عدت الضفل المجموع أحب أطمن الجميع من على لسان الدكتور طارق شاوئي قال وأكد ان الامتحانات ديت مجرد امتحانات تجريبية أي أن درجاتها يعني هي بدون درجات مش هيكون فيها درجات بس الفرق بينها وبين امتحانات النص الأول ان هي هتكون على التابلتش ووزير التربية والتعليم قال لك اعتبر الامتحان هيكون جاي لك البيت تعال تشوف مع بعض نص الخبر قال لدكتور شاوئي طارق شاوئي ووزير التربية والتعليم أن سنة أولى سنوية هي مجرد سنة انتقالية زي ما وضحنا قبل كده يعني مش هيبقى لها علاقة بالتنسيق ولا الجمع طيب ده الكلام ده كان قاله طارق شاوئي دكتور شاوئي خلال مدخلة هاتفية مع برنامج هون العاصمة على قناة سي بي سي وأكد كمان ان امتحان اللي هيكون بتاع شهر مارس هيكون بدون درجات وأكد ان الامتحان ده مش هيكون فيه تسريب زي الامتحانات اللي فاتت وأوضح ان التغيير الاساسي في الامتحان كانت شكل الاسئلة الجديد في يناير ولكن كان ورقيا لكن المرة دي هيكون الكترونين عن طريق التابلت وقال ان الوزارة وزعت 550 الف تابلت ويحق لولي الامر سويا الاب او الام ان هم يستلموا التابلت ونوه ايضا دكتور طارق شاوئي من خلال موقع اليوم السابع من ضرورة ان نجرب النظام الالكتروني الامتحانات قبل شهر مايو ده تأكيدا على الامتحانات اللي هتكون في شهر مايو دي هتكون بقى امتحانات لها درجات وفيها نجاح او رسود وقال ان هيتم توزيع سيم كارتس اللي هي زي الخطوط كده على كل الطلبة وبالتالي هيصلوا من الامتحان مهما كانت حالة التوصلات في المدرسة يعني هيكون معاك كده كده على التابلت حتى لو انت في البيت وأكد ان كل شيء مدروس ولا داعي للاطلاق شائعات او لا داعي لأي قلق ياريت تقولونا رأيكو في الامتحانات اللي جاية اللي هتكون عن طريق التابلت ويرأيكو في النظام الجديد هل انت معه ولا ضد شكرا احراكو والسلام عليكم وعلاكو